يمكن استعمال البرهان ذي العمودين لإثبات تطابق مثلثين وهو برهان نكتب العبارات على شكل أعمدة يعني هون نعمل عمودين واحد نكتب عنده العبارات واحد نكتب عنده المبررات يعني كيف عرفت أول إشي بحكي لك أثبت إنه هذا المثلث متطابقان بروح هو قالك أثبت إنه متطابقان يعني هو متطابقان بس بدي أثبت له ذلك فبحكي AD يطابق BC AD يطابق BC بساري هون أو BC يطابق DA كيف عرفت؟ معطا طيب شوفي كما المعطا معطيني آه هاي الإشارة معناها إنه BC و AD متوازيين ورمز التوازي هيك صح ولا لا؟ كيف عرفت؟ معطا هو أعطاني يعني بالرسمة طيب بحكي لك D, A, C و B, C, D زاويتان متبادلتين ليش؟ لأنه بكون حرف شو؟ Z معناها هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية لأنهم متبادلتان صح ولا لا؟ فبحكي الزاوية B, C, A و الزاوية C, A, D هل فيه طالب نحكي لي بس؟ بقدر أحكي الزاوية C وأسكت غلط ليش؟ لأنه C ممكن هاي و ممكن هاي و ممكن هاي كلها أنا ما بدي هاي كلها ولا بدي هاي يعني بدي هاي بالزبط فB, C, A أما بدي الزاوية هاي C, A, D هذول زاويتان متبادلتان و متطابقتان ليش متطابقتان؟ لأنهم زاويتان متبادلتان داخليا وأنا بعرف أن زاويتان متبادلتين متساويتان صح ولا لا؟ طيب في شي اسمه كمان ضلع مشترك عنا الـ A, C هو ضلع مشترك وبالأخير بحكي إذن المثلثين متطابقين بأي حالة S, A, S صعبة؟ بكتب المعطيات بتطلع أنه هون هذول المتطابقين من خلال في عنا ضلعين وزاوية محصورة بما أنه في عنا حرف Z يعني زاويتان متبادلتان موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة